بيبدأ الفيلم في دولة أوروبية اسمها إيلاريا وبنشوف أميرة اسمها سام قاعدة متضايقة جدا لأنها مش حاب حياتها كأميرة على عكس اختها الكبيرة إلى نور اللي بتكون مبسوطة جدا في حياتها خصوصا إنها هتورس الحكم كمان أسبوعين وده بسبب إن والدها مات في حدث الطيارة وهي صغيرة وكان لازم تتم التمنتاشر سنة عشان تمسك الحكم وبعد شوية بتتماشى سام مع صاحبها مايك اللي والده بيشتغل حارس الأسر بتاعهم وبيروحوا يعزفوا في الشارع لحد ما بيلاقوا الشرطة جايين يقبضوا عليهم فبتهرب سام وبتجرب لوحة تزلق بتاعها لحد ما بتقعوا على الأرض وبيتقبض عليها ولأنها أميرة مش بيحبسوها وبيرجعوها للأصل مرة تانية وساعتها بتزعق لها والدتها على عملته وبتهددها أنها تحبسها في الأصل لو عملت مشاكل مرة تانية وتاني يوم بتروح سام للمدرسة وبتقامل زملتها روكسانا اللي بتكون أميرة دولة تانية ومشهورة على السوشيال ميديا محبوس فيه ساجين اسمه إدموند واللي عنده قوة خارقة وبيقدر يتحكم في الأشياء عن بعض فبيديله الحارس للأكل بتاعه وبيمشي وساعتها بيأكل إدموند التفاح اللي قدامه وبيلاقي جواها قطعة نحاس صغيرة فبيحطها في الجهاز اللي اخترعه وبيقدر يفك الطق اللي على رقابته وبيطلع أن الطق دوت كان مخليه ما يعرفش يستخدم قوته ولكن بعد ما فكه بيقدر يستخدم قوته وبيكسر الزنزانة اللي هوا فيها وبيهرب في الوقت دوت بتكون سام قاعدة في القصر مع صاحبها مايك وبيقول لها أنه جابتها سكرتين لحفلة الروك عشان هيروحوا مع بعض بالليل وبالليل بتكبرها والدتها أنها تروح معاها الحفلة اللي عاملها في القصر وساعتها بيبعت لها مايك رسالة على الموبايل بيعرفها أن حفلة الروك هتبدأ كمان ساعة فبتكذب على والدتها وبتقول لها أنها ترجع وضيتها عشان عاوزها تنام وبعدها بتروح تغير فستانها في الحمام وبتقابل مايك في المكان اللي هيتعامل فيه الحفلة فبيدوا التذاكر للحارس وبيرفد يدخلهم لأنهم تحت السن ولما بيمشوا بيلاقي فيوا عمال دخلين الحفلة من الباب الخلفي وفجأة بتحصل حاجة غريبة جدا وهي النسان بتشوف الحارس وبيكتب الرقم السري بتاع الباب من مسافة بعيدة جدا وبيبان كده أن عندها قوة خارقة فبتروح تكتب الرقم السري وبيدخلوا للحفلة وأثناء ما كانت بترقص بتسمع كل الأصوات اللي في المكان لدرجة أنها بتسمع صوت دقات قلبها وصوت الدبانة وهي بتطير فبتحس أنها دايخة وبتشغل إنذار الحريق عشان توقف أصوات الحفلة وساعتها بيتقبض عليها وبتدخل السجن هي ومايك ولما بييجي والده يخرجهم بتلاقي سام والدتها مستنيها في العربية فبتقرر تعقبها وبتوديها مدرسة داخلية عشان تتعلم المسئولية وفي نفس الوقت بنشوف المجرم إدموند اللي خرج من السجن وهو بيتكلم مع شريكو وبيشكره عشان حطله قطعة النحاس في التفاحة وبيعرفه إن خطته ما تبدأ من دلوقتي وبعد ما بيخلص المكالمة بيستخدم قوته الخارقة في التحكم عن بعد وبيفضل يضرب في باب حديد وبيطلع إنه معلق صور كتير للسام وبيرقبها تاني يوم بتروح سام لمدرسة داخلية وبتتعرف على بنت اسمها جين وبتعرف إنها هي كمان أميرة وساعتها بيلاقوا الشاب قاعد وراهم اسمه ماتيو وبييجي كمان شاب تاني اسمه توم ومعاه الأميرة روكسانا وبيطلع إنه كلهم أمراء من دول مختلفة فبيدخل عليهم مدرس اسمه جيمس وبيقول لهم إنه يعلمهم كل حاجة في المدرسة وبيعرفوا من فيه سر محدش يعرفه نهاء غير عائلتهم والسر دوت إن الإبن التاني للعائلة الملكية بيكون عنده قوة خارقة وبما إنهم كلهم يبقوا الإبن التاني فده معناه إنه عندهم قوة خارقة ولكن لسه ما اكتشفوهاش فبيوريهم قوته الخارقة اللي بتكون التناسخ وبيقول لهم إنه هيدربهم عشان يخليهم أبطال خارقين ويدمهم لمنظمة سرية بتاعتهم واللي وظيفتها حماية العالم من العصابات والمجرمين وساعتها بتدخل والدة سام وبتطلع إنه هي رئيسة المنظمة وبتعرفهم إنها هتمسح ذكرتهم لو فشلوا في الاختبارات بتاعت المنظمة وبعد شوية بيبدأ أول تدريب ليهم وبيقول لهم جيمس إنه مهمتهم سهلة جدا وهي إنهم يجيبوا مجسم الهرم اللي قدامهم ولكن فجأة بيتضرب عليه أشعة ليزر فبيعربوا وبيحاولوا يستخدموا قوتهم الخارقة وساعتها بتكتشف روكسان قوتها اللي هي الاختفاء ولما بيقوموا توم من الأرض بيكتشف قوته إنه بيقدر يخلي أي حد ينفذ أوامره وبتعرف سام قوتها إنها بتسمع الأصوات وبتشوف الحاجة عن بعد فبتستخدم قوتها وبتحاول تهرب من ليزر والأسلحة اللي في المكان ولكن بييجي فيها ليزر وبتفشل هي وزميلها في أول اختبار ولما بيعودوا يتكلموا مع بعض بتكتشف جين قوتها الخارقة إنها بتقدر تسرق قوت أي حد مؤقتا بمجرد ما بتلمسه وكمان بيكتشف ماتيو إنه بيقدر يتحكم في الحشرات وبعد شوية بيتدربوا على التصويب بالسهام وبيقول لهم جيمس إنه هيعمل لكل واحد فيهم تدريب مختلف عن التاني وده عشان يعلمهم إزاي يستخدموا قوتهم ويتوروها فبياخد سام لقوضة فيها أصوات كتيرة عشان يشتتها وبيطلب منها إنها تركز على كل صوت لوحده عشان تحسن الحواس اللي عندها وبعدها بيروح يتمشى مع توم وبيديله كلبه مفترس عشان يخليه نفذ أوامره وكمان بيدرب ماتيو إزاي يتحكم في الحشرات وبيخليهم يشيلوا طوبة ضعف وزنهم وبالليل بيتصل مايك على سام وبيعرف أنه وزع دعاية لحفلة الروك اللي هم يعملوها وبيسألها إذا كانت هتيجي ولا لأ فبتتردد سام لإنها مش هتقدر تخرج من مدرسة قبل ما تخلص الاختبارات بتاعتها لكنها في النهاية بتوعده إنها هتيجي الحفلة وبعد شوية بتاخدها والدتها للمقر السري بتاع منظمة وبتوريها سلاح جيني متطور بيقدر يحبس جواه أي حد عنده قوة خارقة وتاني يوم بتكرر سام إنها تخرج من مدرسة من غير ما تعرف حد وده عشان تروح الحفلة هيا ومايك ولكن بيجي الأستاذ جيمس وبيأخذهم كلهم عشان ينفزوا أول عملية ليهم وبيقولهم إن فيه حرام يتدخل المتحف وعاوز يسرق التاج الملكي ومهمتهم إنهم يحموا التاج دوت بأي شكل وما يسمحوش للحرام ياخده وأول ما بيدخلوا للمتحف بيلاقوا إن التاج مكانه وبتشوف سام الحرامي وبيجروا وراه وبيضربوا لحد ما بيفقد الوعي ولما بيشيلوا القناع من على وشه بيتفاجأوا إن ديه تبقى البنت اللي معاهم في منظمة الأبطال الخارقين إن التاج تسرق فبيجي جيمس يتكلم معاهم وبيعرفهم إن ده كان اختبار ليهم وللأسف فشلوا فيه لأن مهمتهم كانت حماية التاج وبس وتاني يوم بتمشي جيم مع سام وبتقول لها إن نفسها تشوف القصر بتاعيلتها فبتاخدها سام للقصر وبيدخلوا من الباب الخلفي وبتوريها قضة الموسيقى بتاعتها وقتها بيجي صاحبها مايك وبيكون متدايق جدا وده لأنها ما جاتش حفلة الموسيقى زي ما اتفقوا وبيتهمها إنها قنانية وبيسيبها وبيمشي فبتاخد جين وبيرجعوا للمدرسة وفجأة بيظهر السجين إدموند وبيعجم عليهم وبيخنق جين بقوته ولما بيجي صاحبهم يساعدهم بيمنعهم إدموند وبينادي على سام وبيقول لها يا كرة التلج وبعدها بيضطر يهرب بالمكان قبل ما يتقفد عليه وساعتها بتكون سام مصدومة لأن أبوها هو الوحيد اللي كان بيناديها بالاسم دوت فبيجي الأستاذ جيمس وبيطلب منهم إنهم يهدوا ويرجعوا لقودتهم ولكن سام بترفض وبتجري وراء إدموند عشان تعرف هو مين وأول ما بتوصله بيوقع شجر عليها وبيجي جيمس ينقذها وبيستخدم قوة التناسخ اللي عنده بس كالعادة بيقدر إدموند يهزمه وبيفقده الوعي وبيقول لسام إنه يبقى عمها اللي هي ما شافتهوش من وهي صغيرة وقبل ما يكمل كنامه بيلاقي جيم بتلمسه وبتسرق قوته وبعدها بتستخدمها وبتحدفه لبعيد في الوقت دوت بينتقل جيمس للمستشفى وبيقدروا يقبضوا على إدموند فبتروح سام تتكلم مع والدتها وبتسألها إذا كان الشخص دوت يبقى عمها ولا لأ فبتقول لها والدتها إن إدموند يبقى فعلا عمها وإنها كانت حبساء لأنه هو اللي قتل والدها عشان يستولى على الحكم فبتتصدم سام وبتروح تزوره في السجن وبتسأله إنت ليه قتلت أبويا فبيقول لها إنه كان مضطر يعمل كده وده عشان يخلص الناس من نظام الملكي لأنه فاسد ومدمر حياة الناس فبتتدايق سام من كلامه وبتروح تتكلم مع أختها الكبيرة إيلانور واللي بتطلب منها إنها تجايز نفسها عشان حفلة التتويج بتاعتها بكرة وبتعرف عن الحفلة هيحضر فيها كل الملوك والرؤساء اللي في العالم وقتها بيكرر صحاب سام إنهم يروحوا لحفلة التتويج أم كمان وده عشان يكونوا جنب سام لو احتاجت أي حاجة وتاني يوم بيروحوا لحفلة وبيعجب توم ببنت وبيحاول يتعرف عليها ولما بيلاقيها رفضة بيستخدم قوته اللي هي السيطرة على البشر لكنه بيتفاجئ إنه فقط قوته وبيطلع النجين هي اللي سرقتها وكمان بتسيطر على حراس السجن عشان تحرر إدموند وبنعرف إنها شركته وهي اللي حطت له قطعة النحاس في أول الفيلم عشان تخرجه من السجن فبترجع لصحابها وبيتسيطر عليهم هما التلاتة وساعتها بيبعد توم نحلة لسام عشان يعرفها اللي بيحصل فبتستخدم قوتها وبتشوف إدموند من بعيد وهو عند القصر وبتفهم كده إنه بيخطط لحاجة فبتخدهم جين للزنزانة وبتحبسهم في اللحظة ديت بيطلع إدموند على سطح القصر وبيشغل قنبلة جينية وده عشان يخلص على كل الملوك والرؤساء اللي في الحفلة وساعتها بتعرف سام إن جين عاوزة تقبض عليها وبتروح لبيت صاحبها مايك عشان يساعدها فبيوافق مايك وبيقول لها إنه عنده خطة فبيستدرك جين للمغزم بتعبوه وبيحدف عليها سلة عشان تفقد الوعي وبعدها بتروح سام تساعد صحابها وبتحررهم من الزنزانة وبيقرروا إنهم يمنعوا إدموند قبل ما الكنبلة تمفجر فبيروحوا ياخدوا منه الكنبلة وبيحدفها توم لسام فبتاخدها وبتنط على السطح بسرعة وبيتحكم ماتيو في الفرشات وبيخليهم يشلوها وينزلوها على الأرض فبتطلع تجري وبيباني إنها بتستدرك إدموند عشان يدخل قضة الموسيقى بتاعتها وفعلا بيدخل وبيكتشف إنها عاملة له فخ ومركبها جهاز يمنعه من استخدام قوطه الخارقة وفجأة بيلاقي مايك قدامه ومعها جهاز جيني متطور بيحبس جواه أي حد عنده قوة خارقة فبيشغل الجهاز وبيحبسه بالفعل وساعتها بتتم مراسم التتويج وبتكون إلا نور اختسام هي الملكة الجديدة وبعدها بتنجح سام أخيرا هي وصحابها في اختبارات منظمة بس بيتفاجئوا إن جين هربت من السجن وبتكون أول مهمة ليهم إنهم يقبضوا عليها وبيخلص الفيلم يا ريب بقى لو عجبك تقدر مجهودنا وتعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل ومتنساش تتابعنا كمان على فيسبوك وإنستجرام وتيك توك واشوفكم بقى على خير في فيلم تاني مع السلامة